زوجة نعمال الحلو تدخل على خط الجدل الواقع بين حاتم عمور وزوجها إليكم التفاصيل لم يسلم الفنان المغربي حاتم عمور من هجوم زوجة الموسيقر المغربي نعمال الحلو وذلك عقب تصريحاته الأخيرة التي رد من خلالها على تشكيك الحلو في هوية عدد من الفنانين المغاربة الجدود وقد دخلت زوجة الفنان نعمال الحلو على خط الجدل الذي أثير بسبب تصريحاته عبر منصات تواصل اجتماعية واختارت حسابها بالفيسبوك لتوجه كلاما قاسيا لحاتم عمور حيث وجهت كلاما مباشرا لحاتم عمور جاء فيه حاتم عمور قبل أن تكون فنانا يجب أن تكون خلوقا وقبل أن تنتقد غيرك يجب أن تكون في مستوى نعمال الحلو أكثر منك ثقافة وخلقا كان الأجدر بك أن تنخلط في مدرسته لتستفيد وتتعلم الكثير إتقان اللغة العربية قواعدها مثلا تعمق في أنواع الموسيقى المغربية والعربية وفن الرد أنت تتكلم عن أسطورة مغربية أعماله تشهد له ولا مقارنة معك فلولا الإنترنت لما عرفك أحد وانتقاده من باب الشعور بالنقص ومثلك الكثير لكن نعمال لا يشبه أحد فهو مثقف ومحترم وأنت لازلت تبحث عن موقع لك في الأغنية المغربية من يوم ستوديو دوزام الفرق بينك وبينه شاسع أعطي اهتساع وصحح معلوماتك وقرأ شيء قبل أن تفتح فاك أمان عليك يا ماركي بنزلة 10 سنين قبل زيديني عشقا التي تقول أن الأستاذ نعمان سمد ألحانه من هناك قبح الله الجهل وقد تفاعل حاتم عمور مع تصريحات زوجة نعمان الحلو وأوضح أنه يرفض الرد على زوجته قائلا لن أجيبك يا سيدة الخلوقة وتمنى من الأسطورة زوجك المحترم أن يجيبني عن موضوع السنسخ الأغاني من الشرق وأضاف حاتم عمور الهوية المغربية ما كيناش هذا كلام خاطر جدا نعم نيجينا من الصين يجب على زوجك المحترم أن يسحب هذا الكلام لأنني أشم رائحة العنصرية والقرأ ترجمة نانسي قنقر